من بيروت ينضم إلينا لقمان سليم المحلل السياسي سيد لقمان أهلا ومرحبا بك هذا الضغط الأمريكي والتصعيد أيضا هل قد يكون له علاقة بهذا اللقاء السريء الذي أعلنت عنه دمشق أم أن هناك ربما حسابات أخرى دعينا نوضح أولا بأن العلاقات بين الدول لا تنقطع وبأن التواصل على المستويات الأمنية سواء بين الولايات المتحدة أو سواء من دول أوروبا الغربية وبين النظام السوري كأجهزة أمنية لم ينقطع يوما لا بل إنه اتخذ أحيانا أشكالا تكاد أن تكون صريحة من خلال التعاون الإنساني والإغاثي ولكن سيد لقمان في العلن العلاقات مقطوعة بين واشنطن وروسيا صحيح في العلن العلاقات قد تكون مقطوعة ولكن كلنا يعرف بأن السياسة الدولية لا تجري كلها تحت شاشات التلفزة وفي العلن وبأن كثير من العلاقات تدور في الخفاء عبر وسطاء عبر أطراف ثالثين وبالتالي أظن بأنه علينا ألا نبالغ في المحتوى السياسي لهذا النوع من العلاقات الأمر المهم هو عمليا ما يجري اليوم في إدلب حيث إن هذه المنطقة السورية خرجت من كونها مجرد منطقة جغرافية هي عبارة عن ملجأ كبير أو مخيم كبير للاجئين لتتحول إلى عنوان من عنوين العلاقات الدولية بين موسكو وبين الغرب عموما وأعني بالغرب الولايات المتحدة وحلفائه الأوروبيين أظن بأنه علينا أن نرى المشهد بمفرداته الكبرى لا أن نتوقف عند بعض التفاصيل التي هي من المعهودات في العلاقات سيد لقمان عندما نشاهد هذا المشهد الآن والتصعيد بين الولايات المتحدة وأيضا موسكو بالتهديدات والتحذيرات وبعض التصريحات نجد أن هذا الصراع في إدلب تركيا ليست فيه إذن أين تركيا من هذا الجدل الدائر؟ يعني أظن بأن تركيا قد نالت بمعنى ما الرضى عن حصتها وهي الشريط الحدودي الذي تقوم اليوم تلو الآخر بتتريكه والذي يشكل امتدادا حيويا لها ويشكل سدا تجاه ما تعتبره خطرا كرديا وبالتالي أظن بأن تركيا قد سلمت أوراقها وبأن تركيا أصبحت اليوم أشبه بشاهد زور أتجاه ما يجري وبأنها في أحسن الأحوال سوف تلعب دور المصعف والمغيث لا أكثر ولا أقل الأمر المهم هو عمليا الطريقة التي ستنتهي بها الأمور في إدلب سواء من جهة الحسم العسكري أو من جهة ما سوف يعنيه العمل العسكري على مستوى العلاقات الدولية اليوم الولايات المتحدة عندما تحشد قواتها البحرية وتقابلها روسيا في ذلك فهما لا يتنافسان على بقعة جغرافية صغيرة في سوريا وإنما يتواجهان على مستوى النفوذ الكوني هل أتوضع الآن سيد لبنان كوندر بصراع على نتاق أوسع في الفترة القادمة وماذا سيكون رد فعل روسيا في حال وجهت الولايات المتحدة ضربة جديدة لسوريا يعني أظن بأن الضربة الأمريكية إن حصلت لن تحصل خلال المعارك ولكنها سوف تحصل لربما كرسالة واضحة بأن المسار السياسي في سوريا يجب أن يستمر بأن الانتصارات الميدانية لا تكفي لحسم الملف السوري لا أظن بأن أي عمل عسكري أمريكي سوف يذهب إلى أبعد من ذلك أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون يريدون إرسال جرعة تذكيرية بأن الانتصالات العسكرية لا تكفي لاعتبار بأن الواضع يمكن أن يعود إلى ما كان عليه قبل أذار 2011 نعم سيد لقمان سليم المحلل السياسي كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة